نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحيات جلالة الملك المفدى وسمو الرئيس الوزراء وسمو ألي العهد إلى معالي السيد انطونيو غوتريس الأمين العام للأمم المتحدة وتمنياتهم له بكل التوفيق والنجاح في قيادة الأمم المتحدة في هذه المرحلة المهمة اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد انطونيو غوتريس الأمين العام للأمم المتحدة بحضور معالي الدكتورة الشيخة مريم بن حسن الخليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وسعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وسعادة الشيخة هيى بن تراشد الخليفة رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وذلك بمقر الأمم المتحدة بالنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ونقل معالي وزير الخارجية للأمين العام للأمم المتحدة تحيات وتهنئة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة توليه هذا المنصب وتمنياتها له بمسيرة عمل مثمرة كي تواصل هذه المؤسسة الدولية العريقة مساعيها من أجل المزيد من العمل لخدمة الإنسانية جمعاء وأثنى معاليه على الرعاية الدائمة التي توليها الأمم المتحدة ممثلة في لجنة وضع المرأة للمبادرات المتميزة التي تسهم في تحسين أوضاع المرأة والتي تجسدت مؤخرا في تبني جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة لتكون خطوة مهمة في جهود الأمم المتحدة لضمان تقدم المرأة في جميع دول العالم وتعكس مدى التعاون بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وتؤكد تقدير المجتمع الدولي لما تحققه المرأة البحرينية من إنجازات نوعية في ظل حرص مملكة البحرين على تعزيز دور المرأة وإثبات ذاتها وخدمة مجتمعها في جميع مجالات الحياة كشريك مهم في عملية التنمية وفي صناعة المستقبل كما أعرب معاليه عن ثقته في قدرة السيد انطونيو غوتريش على تعزيز الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة في عالم اليوم الذي يتسم بتعقد المشكلات والتداخل الأزمات وما تفرضه من ضرورة التكاتف بين جميع دول العالم وتضافر كافة الجهود وتوثيق التعاون الدولي لضمان التقلب عليها والوصول لمستقبل أكثر إشراقا للبشرية يلبي طموحات جميع الشعوب في الرخاء والازدهار مشددا معاليه على نهج مملكة البحرين الداعم للأمم المتحدة وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل التعايش السلمي والتعاون الإيجابي بين مختلف دول العالم وفي مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي ودعم جهود الدول الأعضاء في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأكد معالي وزير الخارجية على أهمية التزام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون والتشاور مع مملكة البحرين على قاعدة احترام سيادتها وتقدير مساعيها الدائمة التي جعلت منها نموذجا متقدما في تطور حقوق الإنسان في إطار مؤسساتها الدستورية وبفضل مشاريعها وخططها الوطنية ومبادراتها المتواصلة والرامية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتفاعلها الإيجابي مع الأمم المتحدة والدول الصديقة من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لتعاون مملكة البحرين مع الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها في مختلف المجالات التي تقدم الإنسانية وتحقق الأمن والسلم الدوليين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر